موسيقى لكن في كثير من البراهين يعني أولا مئات الشهود ظهرات يسوع المسيح ظهر أربعين يوم وظهر لدفع واحد أكثر من خمسمائة شخص وهذه الشهود طبعا دليل تأكيد مش سيكولوجي فعلا أنه شافوا المسيح الحي المقام من الأموات وهذا بيقودني للجزء الثاني التغيير الجذري اللي حدث في حياة التلاميذ من الرعب من الخوف من الهروب إلى حالة فجائية عندما امتلأوا من الروح القدس يذهبوا إلى منطقة الهيكل ويقول بطرس أنتم بأيدي أثمى صلبتموا وفي العزة الأولى 3000 شخص يؤمن برسالة بطرس ففي تغيير حدث في حياة التلاميذ وهذا الدليل على قيامة يسوع المسيح ثم أحباء القبر الفارغ حاولوا أن يجدوا الجثة لم توجد في أي مكان لو طبعا استطاعوا أن يثبتوا في الجثة لكانت المسيحية ماتت من مهدها عدم إحضار الجسد فهذا دليل طبعا لصدق كلام الرسل ثم الكفن أحبائي مثل ما ذكرت الكفن هو دليل واضح جدا على قيامة يسوع المسيح شيء مهم كمان صمت الأعداء يعني لو فعلا لم يقم المسيح كان بصوت صارخ وعالي يقول هذا هو الجسد ومش معقول كان ممكن يثبته لكن صمت الأعداء هو أكبر دليل وبرهان لقيامة يسوع المسيح شيء آخر طبعا اليهودي بيعبدوا يوم السبت والبعض منهم استمر حتى اللي آمنوا بيسوع المسيح لكن في جعل يوم الأحد هو يوم العبادة وهذا بالنسبة للفكرة اليهودي طبعا غير معقول وغير وارد فالفكرة أنه يوم الأحد يكون يوم العبادة هذا هو دليل على قيامة يسوع المسيح ثم الكنيسة وجود الكنيسة المسيحية هو دليل على قيامة المسيح وإلا لا حاجة للكنيسة فالكنيسة تعبر عن النمو العجيب والشيء الغريب والعجيب من خلال الاستشهاد ومن خلال الموت يضحوا بحياتهم فالرسالة المسيحية رسالة محبة رسالة خلاص رسالة حياة وليس استخدام السيف أو العنف حتى يوصلوا إلى الرسالة وهذا دليل على قيامة المسيح أنه فيه مصداقية أنه فيه شخص دعمهم وفيه شخص وراهم فكرة العهد الجديد هو دليل على قيامة يسوع المسيح وعدى عن تتميم النبوات ثم حباء القيامة لكي يعلن المسيح الملكوت الجديد أعطى التلاميذ قوة جديدة وحياة فياضة لكي يستمروا من خلال العمل في هذا الملكوت الجديد كل من يتوج المسيح ملكا وربا على الحياة والكيان قام المسيح ليعطينا الحياة الأبدية لكي يتمم الكفارة الكاملة لتبريرنا ليعالج أكبر مشكلة مشكلة الخطية من سمها القاتل وتأثيرها الفضيع الشرس الذي يؤدي إلى الموت لكن بقيامة المسيح عالج الخطية بالختام دعني أقول إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامهم للأموات خلصت